ورحب بكم عزيزي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء السابع وما زلنا مستبرين في نقل وقاءة وأحداث معركة أين الله وعنوان حلقتنا الوحبية بين التشتيم والتعطيل وفي حلقة النهاردة هرجع مع حضراتكم بشكل سريع للسؤال اللي قاله العامي الوهابي السلفي ووضح نقطة غريبة ألها في كلام ابن تيمية اللي نقله العامي الوهابي بيقول رأيت في إحدى فتواكم ولا أحفظ رقمها إن من اعتقد أن الله الجسم فهو كافر وأيضا نبه على ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله بقوله الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما لاحظوا معي إن العامي الوهابي السلفي ما نقلش نص كلام ابن تيمية يعني ما نقلش كلام الشيخ ابن تيمية لما قال الممثل يعبد صنما وسكت لا ده نقل كمال الكلام ابن تيمية والمعطل يعبد عدما وده بيدل على مدى حيرة وتخبط العامي الوهابي السلفي كأنه عاوز يقول المذهب الوهابي السلفي حطنا بالنرين إما إن نكون مجسمة لأن فيه دليل ممكن نركب عليه التجسيم الآية اللي تقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير أو نرفض التجسيم وهنبقى معطلة والمعطلة بيعبدوا عدما يعني الصفات عند الوهابية السلفية من لوازمها التجسيم والنطة دي إحنا تكلمنا عنها في حلقة قبل كده كانت بأنوان التجسيم من لوازم إنبسة بالوهابي وفي المقابل اللي يرفض التجسيم فده بيعبد إله عدم غير موجود ونكمل مع حضراتكم كلام العامي الوهابي السلفي وهو بيعلق على كلام ابن وسيمين والحقيقة إن الحيرة والشك والتخبط تكاد تصرخ بين كلمته وليه حق يعمل كده يكمل المسلم ويقول وقال لوسيمين أيضا وهو يجاوب على أن من قال أن الاستواء يلزم الجسمية بقوله كل شيء يلزم من كتاب الله ورسوله فهو حق ويجب علينا أن نلتزم به إلى أن يقول فإذا ثبت أنه لازم فليكم ولا حرج علينا إن كلنا بهم في الحقيقة إن النقطة دي إحنا تكلمنا عنها قبل كده وقلنا إن الشيخ ابن وسيمين بيقول قصة عن امرأة الجهب ابن صفوان إنها قالت إنها تكفر بمحدود على محدود ونشوف القصة دي من الشيخ ابن وسيمين ونسمع تعليق عليها في الفيديو اللي جاي ولهذا لما جاءت امرأة الجهب من الصفوان إلى الكوفر أو إلى البصرة والشيء مع الناس عليها يناقشونها قالت إنها تكفر بمحدود على محدود العرش محدود وهي تقول إذا كان مستوين على محدود لازم أن يكون محدودا ومعنى كلام امرأة الجهب إن استواء الله على مخلوق بجسم محدود كالعرش يلزم منه أن يكون جسما محدودا برضو وهذا إشكال أورده الشيخ ابن وسيمين لما قال قصة امرأة الجهب يبقى هنا في إشكال هل الاستواء على جسم محدود يلزم الجسمية؟ المحدودة والعمي الوحابي السلفي بيونق الإشكال ده وقال الهسيمين أيضا وهو يجاوب على من قال أن الاستواء يلزم الجسمية هنشوف رد ابن وسيمين على الإشكال ده في الفيديو اللي جاء فما هو الجواب على ذلك؟ الآن قلنا يلزم أن يكون جسما وأن يكون محدودا نقول إذا لازم أن يكون جسما من كلام لا فلقل ذلك ونحن نؤمن به ولكننا نقول إنه لا يس كأجسام المخلوقين كلام الشيخ ابن وسيمين فهمه العمي الوحابي السلفي بشكل صحيح وقال كل شيء يلزم من كتابها الله ورسوله فهو حق ويجب علينا أن نلتزم به إلى أن يقول فإذا ثبت إنه لازم فليكن ولا حرج علينا إن كنا به يعني إن كان الاستواء على العرش وهو جسم محدود يلزم منه أن يكون الله جسما محدودا فليكن ذلك ابن وسيمين بيقول فليكن الله جسما محدودا بس هيكون جسم محدودا ليس كأجسام المخلوقين المخلوقة وشوفوا معايا في الفيديو اللي جاي وهو بيأكد الكلام ده أم تريدون بالجسم الشيء القائم بنفسه الفاعل ما يريد الذي يأتي ويتكلم وينزي إن قالوا نريد هذا فنحن إيش نلتزم به ونقول إن الله هو هذا وليس كمثل شيء ووسمي البسيط يعني الشيخ ابن وسيمين وبرضو كل مشايخ الوحابي السلفية بيقولوا إنه فيه نص محكم في القرآن على التشتيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وده بيساوي ليس كجسمه الجسم وهو السميع البصير التشتيم من ثوابة المسهب الوحابي السلفي وأهم أركانه ومفيش أي وهابي سلفي من عوامل الوهابية اللي بيتابعوا الشيخ الوهابية السلفية يعرف الحقيقة دي وده اللي خلاني أتوقف كثيرا عند الجملة اللي قالها الوهابي السلفي في سؤاله اللي وجهه الموقع إسلام ويب هل في القرآن ما يستلزم التشتيم هل إذا ثبت هذا لا حرج علينا من قوله وهنشوف رد الشيخ ابن عسيمين على سؤاله ده في الفيديو اللي جاي فما هو الجواب على ذلك؟ الآن قلنا يلزم أن يكون جسما وأن يكون محدودا نقول إذا لازم أن يكون جسما من كلام لا فلقل ذلك ونحن نؤمن به ولكننا نقول إنه لا يستكى أجسام المخلوقين ودلوقتي هنأخذ الجملة من سؤال الوهابي العامي ونشوف جوابها المباشر من كلام ابن عسيمين هل في القرآن ما يستلزم التشتيم؟ جواب الشيخ ابن عسيمين إذا لازم أن يكون جسما من كلام الله اللي بينكسين يعني اللي هو القرآن فليكن ذلك ونحن نؤمن به في نقطة مهمة جدا عشان أوضحها لحضراتكم لازم نرجع لبداية السؤال وبداية السؤال بيقول إيه شيخانا الفاضل أردت أن أسأل سؤالا وأرجو عدم الإحالة إلى فتوى أخرى سؤالي قرأت بعض الصفحات من كتب العقيدة فأرى أهل السنة يثبتون الصفات مع استمسكهم بقول وتعالى لا سكمس لي شيء وهذا جيد فهم ينفون التشبيه وإحنا لحظنا إنه قال بعض الصفحات من كتب العقيدة وعلقنا على الجملة دي قبل كده إن كتب العقيدة تتقرى بالكامل وتتفهم مش الواحد يقرأ صفحتين ثلاثة ويطلع يجري ويقول فيه شبهة أو حاجة مش فاهمها وقلنا إن ده دليل على إن الغالبية العظمى من الوهابية السلفية عوام لا يفقهون عقدتهم ولو أروا في كتب العقيدة بنفسهم بشكل مباشر يعني مش بيسمعوا شرح مشايقهم لكتب دي هيتصدموا إن دي هي عقدتهم والكلام ده شرحناه في الحلقات اللي فاتت المفاجأة إن نفس الوهاب السلف العامي وفي نفس السؤال بيكرر نفس الاسلوب يعني لما أرى في الكتب المعتمدة في مسهبه اللي تتكلم عنه عقدته أرى يده بكم صفحة ولما جاء يقرأ في كتب تنتقد عقدته اللي هي الوهابية السلفية المجسامة المشبهة الحشوية أرى صفحات برضو وده هنتكلم عليه في الحلقة الجاية وكتاب من أهم الكتب اللي تنتقد العقيدة الوهابية وعنشوف تعالي الوهابي العامي على كتاب من أهم الكتب دي وهو دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه وبرضو يعني المشكلة في عوامل الوهابية السلفية مشكلتهم إنهم عاوزين مشايخهم يقرؤ عنهم ويفهموا بالنيابة عنهم ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة النهاردة شفنا سؤال من مسلم سلفي وهابي محتار وهو بينقل كلام ابن تيمية إن من أعتقد أن الله جسم فهو كفر وإن الممثل يعبد سلمان والمعطل يعبد عدما وإنه كده هيكون بين نارين إما يكون من المجسمة أو يكون من المعطلة وبعدها نقل كلام الشيخ ابن عسيمين وقال العسيمين أيضا وهو يجاوب على من قال أن الاستواء يلزم الجسمية بقوله كل شيء يلزم من كتاب الله ورسوله فهو حق ويجب علينا أن نلتزم به إلا أن يقول فإذا ثبت إنه لازم فليكن ولا حرج علينا إن قلنا به وبعدها أكدنا كلام الشيخ ابن عسيمين من خلال فيديو ألفي إذا لزم أن يكون جسما وأن يكون محدودا نقول إذا لزم أن يكون جسما من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به ولكننا نقول إنه ليس كاجتام المخلوقين تابعوني في الحلقة الجاية علشان نستكمل بعض نستكمل مع بعض سؤال الوهابي السلفي المحتار ونشوف الكتاب اللي تكلم عنه الوهابي العامي وهو كتاب دفع شبه التشبيه بأقف التنزيل اللي بينتقد الوهابية وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا أرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المساة ترجمة نانسي قنقر